السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم كرمزة في فيديو جديد إن شاء الله فيديو دياليوم أحاول خمسة خدع للإنستغرام بسيطة لكنها مفيدة قبل ما بده الفيديو خليكم مع الإنجرو كما كتعرفوا اليوم غادي نشوفوا إن شاء الله خمسة خدع للإنستغرام اللي غادي تفيدكم بزيب بزيب صراحة هي بسيطة لكن لمك يعرفها شي صراحة يعني نقصوا بزيب من الإنستغرام وإلا عرفتها غادي تفيدك بزيب بزيب في الإنستغرام باش يعني تكون مختلف شيء ما على الأصدقاء ديالك سواء في ستوريات أو شيء ما أخرى هات شي كامل إن شاء الله غادي نشوفها إن شاء الله في هذا فيديو أول حاجة باش منزلتش نطول عليكم بزيب ندوزو للشرح في الإنستغرام إن شاء الله يا ربي أول حاجة طبت حلنا نشوفونا في تليفون ننتوما يعني الصورة ديالي الشاشة ديالإنستغرام غادي تبلكم هنا ونطبقوا إن شاء الله خمسة خدع اللي مفيدة بزيب أول حاجة غادي ندخلو للتطبيق ديال الإنستغرام قبل ما بدو الخدع كنتمنى كنتمنى داو الإنستغرام ديال في الإنستغرام كنتمنى كين فيه صور صراحة اللي رائعة كنتمنى كنتمنى وكنتصدر الدعم للكم في الإنستغرام وإذا باش منطورش لكم بزيب ندوزو الأول خدع أول حاجة مشوو بحال اللي كنعملو الإنستغرام نختاروا أي صورة من الصور مثلا أي صورة من الصور مثلا مثلا هات الصورة أول حاجة نعدلو كين بزيب نصف كيبغيو كيبغيو يعدلو الضل كيبغيو عدلو الضل في الإنستغرام من كينما كيفاموشي هي الطريقة الطريقة السهلة سهلة سهلة بزيب مثلا نكتبو الإسم ديال مثلا شي كلمة يعني نعملوها باللون الأسود بحالي دا كينما كتفو حاليا ونعاودو نكتبو نفس الإسم كريم كتبو مثلا باللون الأبيض إلا شبرتو هاد الأبيض وعدلتوه بحال هيدا فق الأسود شوية كينما كتفو حاليا في النتيجة باش نطلعو باش ميبانش ديك حوليا ديال ديك الجبل بحال هيدا عندما كتفوه كترجع تقريبا بحالي 3D يعني تقريبا كيتي بحالي تضل وكتطي واحد الجمالية للكتابة للكمية طريقة بسيطة لكن كتطي اختلاف يعني بين الكتابة العادية يعني كان فرق كبير بكتكتب كتابة عادية بحال هيدا وبين كتكون يعني بحال هيدا بالضل يعني كتطي واحد دراو ناقو واحد الجمالية للسطوري ديالك الخدعة الثانية في الانستغرام بزاف الناس مثلا كتبو كريم بزاف الناس كيسحبون بان هاد الالوان هم اللي كينين لكن ممكن تكيل اللون فقط عد تكيني غاد يطلع لك هاد طابلو هادا عمل بحقها سوق وزح يعني في الالوان كاملة درجات يعني الدرجات ديالالوان كاملين وكل ما كنتوا فوقي يعني عاليا كل ما الدرجة ديالاللون كتكون منفتيحة كل ما هبطو كل ما اللون كيغمق فهمتي يعني كيزيدي قصص ممكن تحضلوا الكتابة لونها بأي لون كما يريدون انتوما يعني من غير الالوان لمعروفة كينة في الانستغرام طبعا حلقتكم هذا يعطي واحد دراونك كبير لانستغرام ديالالكم خصوصا من يكونوا مثلا صور ديالكم يعني صور فيها شي لون لما كانت شي ممكن يعني بحثوا على هذه اللون بهالطريقة هذي كاتتكيولى هادا هادا فقط كان لون هذا فهناك انتم اشتاء هي الكتابة رجعت باللون الازرق يعني منكم عندكم اشي صورة ديالكم في اشي لون انبغيتوا الكتابة تكون بنفس الصورة ما عليكم الا تكووا على الايقونة واتوا تكووا فوق ذكاللون اللي عندكم في الصورة مباشرة اللون ديال الكتابة ترجع بحد اللون اللي عندكم في الخلفية يعني هيا اه في كلا مزايونة وخدعة صغيرة لكن تأتي واحد جمالية بعد عالل السطوري ديالي الخدعة الثالثة في الانستغرام وهي التدرج بالألوان الكثير من الناس يرون الكتابة متدرجة بالألوان ويقولون كيف يشهدون هذا الكتابة متدرجة هي الطريقة لها سهلة مثلا نكمل عدم شون ان ستوري نختار صورة في ستوري دينا سنكتب فيها مثلا كريم لا جينزاوي الكثير من الناس يقولون لماذا تكتب اسمك واذا يجبك اسمك تنهى الدراجة كيف عملروا بحلية شكلة هذه كيف تستخدمون الدين أولا شيء سوف تكون في الراس الكتابة الأول يكون في اللون وانتم ماشين وانتم مواجهون في اللون إلا لاحظتوا ستتوري التدرج من الالوان في الكتابة كاملة انتم مواجهون وانتم مواجهون وانتم مواجهون في الألوان النتجة النهائية كما لقا حتى نتراجاري فلريقها حالياً نaticاية كما لا تشوفو مكتوب مكتوب يعني كتجي واحد القد stolenчто كيالكل وكيكون كتابة كروت مشغلية مانينة بالالوان كما تشوفو صورة أ has�� şöyle 제를 جمالية بكتابة أيدي صراحة هذه من اجمل خدرجة اللي كيانه وهي التدرج بالالوان وقليل عليك فاهمة ب zum adorc هذا الألوان. يبقى حرف بحرف. وحرف بحرف يعني يعطي مدة زمنية كبيرة 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 بزاف. ليس بحالة طريقة تكون سألوك. اضطي احد الجمالية واحد الرونق لانستغرام ديالكم. اما فيما يخص الخدعة الرابعة لانستغرام هي خدعة صراحة جميلة جميلة بزاف. خصوصا لو عملتي مثلا صورة جديدة في الانستغرام ديالك يعني نيو بوست. وتتمنى لإشار في ستوريات ديالك. نفترض مثلا. نفترض هذه صورة جديدة عندي في الانستغرام. ما سنقوم بعمل أول حاجة؟ سنتقل هذه الايقونة. يعني ديال ستيلو. ثانية حاجة سنتقل هذه الايقونة. ونختار أي لون من هذه الألوان التي يوجد هنا. مثلا نختار البرتقالي. ونختار الشاشة بقى تاكي فيها. كما تشتو حاليا الشاشة كاملة رجعت باللون البرتقالي. يعني ما هي فينيا الأبل التي نفت قضية. بشكل تختار الميمحات. هذه الايقونة للميمحات. أي حاجة عملتها بكبرو. أي حاجة عملتها مثلا تقدر تعملها الديكور حالا هذا. كيعطي واحد ديكور مزيوم مزيوم بزاف. ممكن من بعد يعني بعد ذلك تكتب مثلا نيو بوست جن هنا. عمل هذا. ممكن يعني تعمل نيو بوست. نيو بوست كيطلع لكم هنا يعني بزاف ديال نيو بوست كما كتشوفو حاليا. يعني ممكن تختار أي واحدة فيهم. مثلا هذه. كتجيو كتعدل مثلا هنا. كتعطي واحد الجمالية كبيرة كبيرة بزاف. يعني ستوري ديالك. والناس يعني يبقوا متشوقين شنو الخلفية اللي في الصورة باش يدخلون الصورة ديالك في الإنستغرام. كنتمنى كنتمنى تكون يعني هذا الخدعة بسيطة لكن نالت الإعجاب ديالكم. أما فيما يخص الخدعة الخامسة اللي عنا حاليا في الإنستغرام. والصراحة هذا الخدعة هذه شيء المشريرة. بزاف الناس كنكونوا متابعين هم في الإنستغرام. متابعين هم يعني أملي لهم فولو. لكن ما معناش شي شي ما خصناش نشوفو لهم مثلا ستوريات ديالو. يعني ما كهموناش ستوريات ديالو. كنتمنى ما نكون شي أنا تعملوها لي نشرح لكم وتعملوها لي. على العموم نختار شي واحد يعني أي واحد هيدا في ستوري. تمنا شي واحد يعني. مثلا. شي واحد في ستوري. مثلا خطرات ستوري. يعني بحالة ستوري صاحبة تستوري. يعني ما مهتمش نشوف استوري ديالو. وخأنا أعمل له مثلا فولو. بحق ما مهتمش نشوف استوري ديالو. أول حاجة كنت تكيلة ستوري. كنتبقى تاكي له. كنت تتلع لك هنا. مت. تضع الم result و تطلع المutps بوصد قد اصبح الكلمات ليس تمنع كذبا بشأن لن تريدك الشيخ لأنه ما يفكر بإمكانه اي واحد تمتبع لأنه ما يفكرون مجلس يعني ما يفكر مجلس وهانت هنا تهل نيتي ملي ستوري واخير حاجة قبل ما انهيو الفيديو كنتمنى تذكير تذكير كنتمنى كنتمنى تدخلوا انستغرام ديلي اللي غادي تشوفوا حاليا كنتمنى كنتمنى ما تدخلوش ليا تفولو ايضا دخلو شوفوا الصوار وعملوا لهم لايك لانا كان بدأت فيهم احد المجهود خصوصا في التعديل الصوار والألون الى هنا يكون تهل الفيديو ديلي وما كنتمنى كنتمنى مصميم من قلب نكون ضيق فعليكم كنتمنى تكون استفدتم من خمس نصائح لخمس خدع بسيطة ديال انستغرام وتستفدو تنتم وتعدلو حتى تنتم في توريه ديلكم كنتمنى كنتمنى بتدخلوش ليا بالضغط على ايضا عملا سوبسكرايب لاشين ايضا ما تدخلوش ليا بكمونتر يعني قولوا لي لو بغيتم نكمل في سلسلة ينعمل بزاب ديال الخدع ديال ديال انستغرام وديال ستوريات تشرح بعض تطبيقات اللي كتكون يعني اخفى لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة